الآن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تعرفت في صفوف سابقة صيغة افتعل ومصدرها ومشتقاتها أي تصريفاتها فعندنا الصيغة اللي افتعل الفعل الماضي طبعا والمضارع يفتعل والأمر افتعل والمصدر هو افتعال والمشتقات عندنا اسم فاعل واسم مفعول مفتعل ومفتعل لأن اسم الفاعل هنا عندنا من مزيد فيكون بضم الأول وكسر ما قبل الآخر واسم المفعول بضم الأول وفتح ما قبل الآخر مش هون دارسنا دارسنا على المشتقات اللي هنا اسم الفاعل واسم مفتعل إذن عيدوا معي يلا نحفظ الماضي افتعل المضارع يفتعل الأمر افتعل المصدر افتعال والمشتقات مفتعل ومفتعل هذول كإبدال بدي يكون حافظهم تمام لا سمتكون حافظهم افتعل مثل ايش يا أستاذ مثل كلمة ايش عندنا كلمة احترمة او كلمة ازدهرة او كلمة اصطبرة هذول كلهم على وزن افتعل المضارع يفتعلوا زي يحترموا يزدهروا ويصطبروا افتعل اللي هو الأمر زي احترم وازدهر واصطبر افتعال كاحترام وازدهار واصطبار وأما مفتعل زي محترم ومزدهر ومصطبر ومحترم كمفتعل ومزدهر ومصطبر إذن هاي الأنماط تمثل صيغة افتعلة ومصدرها وعندنا الشكمان يخوان عندنا ومشتقاتها ومشتقاتها طيب الآن التاء في افتعلة هذه التاء الملونة باللون الأحمر هاي مهمة جدا تسمى تاء الافتعال مهمة جدا إذن التاء هذه التاء شفتوها الآن بدي أحط عليها دائرة باللون الأحمر هاي التاء بنسميها تاء الافتعال قديش رقمها يا أخوان رقمها دائما الحرف الثالث رقمها الحرف الثالث تأتي التاء في هذا الوزن حرفا ثالثا تمام لاحظ إذ دهر لاحظ إذ دهر على وزن افتعل أبدلت التاء إلى دال أبدلت التاء إلى دال وعندنا لاحظ أيضا كلمة إصطبرة على وزن شو عندنا على وزن افتعل أبدلت التاء إلى إيش عندنا إلى طا أبدلت التاء إلى طا الآن تفهم الجدول الآتي الذي يضم افتعل ومصدرها ومضارعها وأمرها ومشتقاتها هذا كله مدخل للوحدة الآن بالتفصيل الوحدة رح تفهمه أكثر ورح أفصل أكثر بس الآن بهمني أركز على افتعل يفتعل افتعال بحيث أنه الثاني يوخذ على الكلمة الفعل افتعل الماضي المضارع يفتعل الأمر افتعل المصدر افتعال مفتعل ومفتعل عندي أول إشي عندنا اتقى مضارعه يتقي الأمر اتقي والمصدر هو اتقاء ومفتعل متقن ومفتعل متقى لاحظ الآن كل هذا جاء على صيغة افتعل يعني اتقى ازدهر ادعى ادكر اضطرح اضطجع واصطاد وعندي هون ما جاء على صيغة يفتعل زي مين اخوان زي يتقي زي الفعل يزدهر زي الفعل يدعي زي الفعل يدكر زي يطرح زي يضط يضط اضطجع وعندنا يصطاد اما الامر على صيغة افتعل فعل امر مبنع السكون اتقي ازدهر ادعي ادكر اضطرح اضطجع واصطد ما جاء على صيغة افتعل اتقى ازدهار ادعاء ادكار اضطراح وضطجع واصطياد وعندنا ما جاء على صيغة ايش اننا مشتقات افتعل اللي هي اسم الفعل واسم المفرول متقن ومزدهر ومدعن ومدكر ومضطرح ومضطجع ومصطاد مفتعل متقى ومزدهر ومدعى ومدكر ومضطرح ومضطجع ومصطاد اذا ما ترون امام اعينكم هي الحالات التي سيحدث فيها الابدال والكلمات التي سنعالج فيها الابدال فاول ما سنعالج هذا السطر اللي هو سطر التقى اللي هو بالاسود والابيض اما المجموعة الثانية فهذه المجموعة الثانية اللي هي ذات القاعدة الصفراء واللون الاسود واما الاخيرة فهي ذات القاعدة البيضاء والله اللون الاسود الكلمات بهذه المجموعات اذا احنا راح نعالج بالابدال ثلاث مجموعات المجموعة المجموعة بتضم عندي ثلاث محاور بتضم ثلاث محاور هايها والمجموعة عنده نجيم بتضم المحاور هذا وهذا وهذا وهذه الكلمات ان شاء الله سنتيها بالتفصيل في درس اللي هو الابدال وفي عرض اللي هو حالات الابدال اذا بهمني من هذا الجدول انه الثاني يتعود على افتعل يفتعل مفتعل افتعال الى اخره توضيح مهم جدا الابدال بشتغل على صيغة افتعل بشتغل على صيغة افتعل ومضارعها يفتعل وامرها افتعل ومصدرها افتعل ومشتقاتها مفتعل ومفتعل هذول بدك تحفظ لي اياهم زي اسمك عيد معي افتعل يفتعل افتعل افتعل مفتعل ومفتعل كل الدرس بشتغل على الصيغة هاي عندي الميزان الصرفي لاحظ عندي كلمة افتعل هايها اقروها بهذا الوزن او بهذا الاتجاه عندي افتعل جيد الفاء هذه زي كلمة طبعا ازدهر الفاء وعندي التاء وعندي العين وعندي اللام وعندي همزة الوصل هذه مثل مين يا استاذ كلمة زي كلمة ازدهرة زي كلمة شو عندنا ايش ازدهرة حرف الزين هذا بنسميه فاء الكلمة والدال هذه اللي جاءت مقابل ايش عندنا مقابل تاء الافتعال فتاء الافتعال زي ما احنا شايفين رقمها ايش عندنا رقمها ثلاث واما الها بنسميها عين الكلمة واما الرا بنسميها لام الكلمة بهمني بهذا التصميم انه فاء الافتعال رقمها اثنين وتاء الافتعال رقمها ثلاث تاء الافتعال رقمها ثلاث كلنا بنعرف الميزان الصرفي الميزان الصرفي يقوم على ثات حروف اخوان اللي هن الفاء والعين واللم فلو بدي اوخذ مجرد كلمة الزهرة رح يكون مجردها زهرة زا ها را حرف الزين بنسميه فاء الكلمة حرف الها بنسميه عين الكلمة وحرف الرا بنسميه لام الكلمة بنسميه لام اللي هو عندنا ايش اللي هو الكلمة عندي كلمة ازدهرة ازدهرة يا اخوان على اي صيغة جاءت هل جاءت على صيغة افتعلة ولا يفتعل ولا مفتعل ولا افتعال سهلة ازدهرة جاءت يا استاذ على صيغة افتعلة جاءت على صيغة ايش عندنا؟ على صيغة افتعلة هاي صيغة افتعلة ازدهر طيب ازدهر الآن لو قلت لك الآن وين فائل كلمة؟ وين عين الكلمة؟ وين لام الكلمة؟ أكيد راح تقول لي أنه عندنا حرف الزين هو فائل كلمة بنحطهن وعندي إلهاء مقابل عين زهاء وعندنا هون زهرة ممتازة هذول حروف اللي هني ايش سميناهن؟ حروف المجرد حروف المجرد الآن بدنا نغير اللون للأزرق وننزل الحرفين اللي هني الألف والتا الألف والتا فيأخوان الله يرضى عليكم كلمة ازدهر في اللغة العربية أصلها شوف شو أصلها أصلها ازتهرة أصل الكلمة ازدهرة يعني بدل ما أقول أنا ازدهرت الشجرة الأصل أقول ازكهرت الشجرة بس لكن هناك صعوبة في النطق ازتهرت صعب كثير حاول الفضها ازتهرة يزتهر مزتهر ازتهار صعب كثير لذلك لغويا اللي صار يا إخوان الله يرضى عليكم أبنائي وبناتي إنه هذه التا اللي هي بنسميها تا الافتعال هذه التا أبدلت إلى دال أبدلت إلى دال فالكلمة النهائية رجعت إيش عندنا ازدهرة شو صارت عندنا إيش ازدهرة إذن اللي صار هو يا إخوان هذا هو الإبدال إنه هذه التا اللي هي تا الافتعال اللي رقمها ثلاثة أبدلت إلى مين إلى دال ليش أبدلت إلى دال يا أستاذ تحقيقا للتجانس الصوتي ولسهولة النطق تحقيقا للتجانس الصوتي ولسهولة النطق إذن هذا مبدأ اللي هو عندنا اللي هو الإبدال وإن شاء الله رح نفهمك هاي الطريقة رويدا رويدا إن شاء الله إذن إحنا الآن بهذه الصفحة بدي منك بس نتعلم افتعل يفتعل افتعال مفتعل وإنه الإبدال لا يكون إلا في صيغة إيش عندنا في صيغة افتعل ومصدرها ومشتقاتها الآن أبنائي وبناتي نأتي إلى القاعدة الأولى من قواعد الإبدال تقول هذه القاعدة إذا كانت فا افتعل واوا تبدل الواوتاء ثم تضغم في تاء الإفتعال إذا كانت فا افتعل واوا تبدل الواوتاء ثم تضغم في تاء الإفتعال ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآن أنا وإياكم مع بعض نقرأ هذا الكلام بمثابة تحضير كويس وبعدها إن شاء الله بفصلكم إياه بصفحة جديدة ونكتبها بخط اليد إن شاء الله أمام أعينكم وكيف بدي أساوي وكيف بدي أتصرف الآن بدنا نسلط الضوء أنا وإياكم على كلمة إيش عندنا على كلمة إتقى بدنا نسلط الضوء على كلمة إتقى اللي هي صار فيها الإبدال شرح القاعدة الأولى بالتفصيل تأمل الفعل إتقى في المثال الأول تجده على وزن افتعل وهذا الفعل باللغة العربية أصله إوتقى أصله إوتقى الآن إوتقى لو سألتك شو المجرد الثلاث للكلمة؟ شو المجرد الثلاث للكلمة؟ وقا هاي الواو وهاي القاث وهاي الألف نحط فوقيها الفا والعين واللام تمام؟ فأبدلت الواو تاء هذه الواو هذه الواو أبدلت إلى مين يا أخوان؟ إلى تاء لتحقيق التجانس الصوتي مع تاء الافتعال ولتيسير عملية النطق إذن اللي صار بالكلمة هاي إنه هذه الواو أبدلت إلى مين؟ إلى تاء وما ننسى أنه أنا عندي تاء ثاني اللي رقمها ثلاث هايها اللي اسمها تاء الافتعال هاي اسمها تاء الافتعال وهايها تاء فعندي صار تاء زاء التاء ويساوي تاء مشدده ولأن اجتماع حرفين متماثلين حرفين متماثلين اللي هن إيش يا أستاذ اللي هن التاء اللي هي والتاء الثانية التاء الثاني اللي هي تاء الافتعال أما التاء الأولى فهي الواو التي أبدلت إلى تاء ولأن اجتماع متماثلين يؤدي إلى شيء من الثقل على اللسان فاتتقى أصل اللفظ هيك بهاي الصورة اتتقى يعني بدأ قولك اتق الله لازم أقولك اتتق الله اتتق الله صعب كثير بالأصل لازم أقولك اوتق الله بعدين الخطوة الثانية الواو أبدلت إلى تاء فصار عندنا اتتق الله فالتاء والتاء من سميهن متماثلين متماثلين يعني بالنطق متماثلين بالنطق فصار بيناتهم ايش يا اخوان عندنا ادغام ليش يا أستاذ لتحقيق التجانس الصوتي ولتحقيق ولأن اجتماع حرفين متماثلين يؤدي إلى شيء من الثقل على اللسان فإن التاءين يدغمان في تاء واحدة لكي يسهل النطق بهما وهذا الإبدال يحصل في مصدر افتعل ومشتقاتها نحو يتقي ومتقن ومتقى واتقى إذ إن فاء افتعل ومصدرها ومشتقاتها جاءت واوا إذا جاءت واوا فإنها تبدل تاء ثم تدغم بمين عندنا تدغم بتاء الافتعال ثم تدغم بتاء له الافتعال الآن خطوات إجراء الإبدال لكلمة اتقى ومصدرها ومشتقاتها اللي بتضم عندنا الحالات اللي هنه ألف وباء وجيم أدال الخطوة ألف نضع أحرف الميزان الصرفي اللي هنه أحرف الميزان الصرفي الفاء والعين واللام هاي الفاء والعين واللام ثم نأخذ مجرد كلمة اتقى مجرد هالثلاثي هو وقى ونضعها مقابل حروف الميزان الفاء العين اللام الواو تحت الفاء وبنسمي الواو فاء الكلمة القواف من سميها عين الكلمة والألف من سميها لام الكلمة هاي الخطوة ألف الخطوة باء نضع الوزن الصرفي للكلمة لكلمة اتقى وهو افتعل هاي عندنا افتعل افتعال بهاي الصورة ثم نضعوا احرف المجرد اللي هن الوقا مقابل احرف الميزان فعلا نضعوا مقابل الفاء حرف الواو ومقابل العين حرف القاف ومقابل اللام حرف الالف ظل عندي هون فراغين زي ما انتم شايفين ان شفتوهن الآن هذول الفراغين بالخطوة الجديدة بننزلهم زي مهم نضعوا حروف الزيادة اللي هن الالف والتا في الفراغين وبهذا نكون قد وصلنا الى اصل الكلمة وهو اوتقى في هذه الخطوة انت وصلت الى اصل اللفظ فاتقى اصلها باللفظ اوتقى اصلها باللفظ اوتقى الحال دال تبدل الواو اللي هي فاء الافتعال تاء تبدل هذه الواو شفناها تبدل هذه الواو اللي هي فاء الافتعال اللي مقابل الحرف الفاء يعني تبدل الى مين اخوان تبدل الى تاء كما ترون وبعد الابدال تدغم هذه التاء التاء المبدلة تدغم مع مين مع تاء الافتعال فيصيران تاء مشددة فلذلك قلنا في اللفظ الأخير اتقى إذن تبدل الواو فالافتعال تاء هاي الواو تبدل إلى تاء وتدغم بتاء الافتعال فتصير حرفا مشددا ملحوظة الآن خلني أريحكو التاء المشددة بس تشوف لي إياها التاء المشددة يا جماعة اللغة العربية التخصص لا تخافوا لي منها الحالة الأولى زي التصفة زي التعضة زي التزنة هذه التاء المشددة هذه التاء المشددة أصلها أولا واو ومن ثم تاء وليس العكس إذن الأولى بتكون إشي واو وعندنا الثانية اللي هي تاء أنا بحكي عن مين قاعد بحكي عن التاء المشددة ومن ثم البصير البعدي وأنه هذه الواو تبدل إلى تاء ثم تدغم بتاء الافتعال وبصير شو عندنا يا أخوان عندنا تاء مشددة السؤال يأتي بالطريقة الآتية ووضح الإبدال في كلمة اتقى هذا في زمان يعني لمكاتل المادة كتابية كتابية أما الآن الأسر يضع دائرة بس بقدنا نقرأ كل هاي الحالات عشان نتعلم منها هيك كانوا جاوب الطلاب اتقى كانوا يكتبوا هيك أصلها هاي أول خطوة أصلها اتقى طبعا الأصل من جيبه من الخطوة الثالثة الأصل من جيبه من الخطوة الثالثة هذا هو الأصل هذا هو الأصل بدليل المجرد هاي الخطوة الثنين هو وقع الآن مشرح جاءت فاء الافتعال جاءت فاء افتعلة هاي الفاء هاي الفاء شو جاءت عندنا إيش حرف لوو فأبدلت فاء الافتعال تاءا وأدغمت مع التاء الأخرى هذه طريقة صياغة الإبدال احفظ خطواتها جيدا إذن الخطوات